وفي المعالجات أيضا ناقش نائب رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور مقدام الجميلي مع الملاك المتقدم في صحة صلاح الدين وبحضور المدير العام سبل الارتقاء بالواقع الصحي بالأخص بعد الطفرة النوعية التي شهدتها المؤسسات الصحية خلال الفترة القليلة الماضية إلى ذلك ثمن المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين الدعم المقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة للدائرة من خلال الزيارات والاجتماعات المتكررة التي تسهم بتحسين الأداء على مختلف المستويات اليوم زيارتنا لدارة صحة صلاح الدين ولقائنا مع الأخوة سيدة المدير العام ومعاون المدير العام ومدراء الأقسام في الدائرة وكذلك مديران المؤسسات ومديران المستشفيات والقطاعات يأتي من ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة والاجتماعات التي عقدناها خلال الفترة التي راحت والتي الهدف من عندها هو إيجاد حلول للمشاكل العالقة منذ سنوات والتي أثرت سلما على واقع الصحة في المحافظة تداء موضوع الأربعة آلاف هذا موضوع مهم وموضوع معقد كان كان لقاء مع وزارة الصحة متمثلة بالأخ مدير العام الإدارية والمالية القانونية وكذلك الأخ دكتور خالد مدير عام صحة صلاح الدين ومدير عام الموازنة في وزارة المالية لإيجاد حل لهذا المشكلة هذول أخواننا وأبنائنا وداوموا في فترات صعبة وقسم من عندهم يشغل أيضا مناصب بالمؤسسات الصحية وقائمين بعملهم بتم وجه وكذلك مؤسسات أيضا محتاجتهم وتصرف رواتبهم وعدهم تقاطع وظيفي وتخصيصات مالية ولا يوجد أي هدر بالمال العام بالنسبة لي موضوع ما توصلنا إلى حلول إن شاء الله لتثبيتهم والآن ملاكات دار الصحة صلاح الدين متمثلة بالقسم الإداري والمالية والقانونية على قدم مساق يعملون ليل والنهار من أجل إتمام البيانات التي طلبتها وزارة المالية ووزارة الصحة حتى أنا ودكتور خالد نوديها لسيد معالي وزارة الصحة وأيضا من خلال وزارة الصحة إلى وزارة المالية وإن شاء الله بالقريب العاجل نقول لهم إن شاء الله ستثبتون ويصادق على الملاكة من الـ 2016 كان آخر سنة صادق بها ملاك دار الصحة صلاح الدين أيضا عندنا مشكلة بتأخر الموازنة التشغيلية بالنسبة لوزارة الصحة وهذا الموضوع عام لكل البلد وكل الوزارات بسبب وجود إشكالية في موضوع التمويل بس انعكس أيضا سلبا على موضوع ودخلنا في مشكلة مشكلة نقص الوقود للمؤسسات الصحية بالإضافة إلى موضوع تمويل شركات التنظيف المستشفيات وكذلك العاشة موضوع الوقود موضوع مهم تواصلنا أنا والسيد المدير العام مع مدير توزيع صلاح الدين متعاونا الأخ أستاذ عدنان وسوينا كتاب حسد دكتور خالد إلى فرع توزيع صلاح الدين للتواصل مع وزارة النفط حتى يجهزون دائرة الصحة ومن خلال الدائرة إلى مؤسسات الصحة بالوقود البنزين والقاز خاصة موضوع المولدات وموضوع سيارات الإسعاف وكذلك العجلات داخل الدائرة داخل مؤسسات الصحية نعم اليوم مزرنا دائرة صحة صلاح الدين إن شاء الله سيكون دعم كامل من مجلس محافظة صلاح الدين لدائرة صحة صلاح الدين اليوم القطاع الصحي بالتطور نحو الأحسن ونحو الأفضل بجهود اللكاترة والأطباء والسيد رئيس صحة ومتابعة سيد نائب برلمان العراقي الدكتور مقدام الجميلي سيكون دعم كامل إن شاء الله من مجلس محافظة صلاح الدين للقطاع الصحي تقدم بالشكر الجزيل سيادة النائب الدكتور مقدام الجميلي على زيارته وطلاع على الواقع الصحي وإلى زيارة الشيخ علي الكريم عضو مجلس محافظة جديد بالتأكيد زيارات المستمرة والمتابعة المستمرة للدكتور مقدام باعتباره هو ابن دائرة صحة صلاح الدين وهذه المتابعة تثمر عن تشخيص الأخطات تشخيص التلكؤات ونعمل سوية متابعة عن طريق مجلس النواب وعن الوزارة الصحة وبتكاتف كل الجهود على تجاوز النقاط المؤشرة النقاط السلبية اللي تعيق تقديم الخدمات الطبية احنا مثل ما اتطرق السيد النائب في الفترة السابقة شخصت بعض الأخطاء بعض التلكؤات وعملنا على تجاوزها من أجل رفع المستوى الصحي والخدمي إن شاء الله في المرحلة المقبلة إن شاء الله بدعم سيادة النائب من مجلس المحافظة راح نفتتح عدد المراكز التخصصية اللي هي تساعد في رفع مستوى الخدمات الصحية واستمرار وديمومة الخدمات الصحية اللي تقدم إلى أبناء المحافظة جميعا حسب تعليمات مجلس الوزراء أنه كل موظف عنده خمس سنوات خدمة هي مشمول بالقطع الأراضي فإحنا طلبت من عندنا وزارة الصحة أنه تحديد كل الموظفين اللي مشمولين ورفعنا بالأسماء رفعناها إلى وزارة الصحة وبدورة وزارة الصحة خاطبة وزارة الإسكان والبلديات من أجل تخصيص القطع الأراضي راح يكون إن شاء الله تخصيص من قبل وزارة البلديات لهذا الموضوع ونتأمل إن شاء الله بالفترة المقبلة إن شاء الله توزيعها على أبناء الجيش الأبيض شكرا